بحب هذا اللقاء كده بيديدي حالة معنوية إجابية عظيمة جداً كل فترة يعني حب التقيه صديق عزيز رائع بطل كبير وعظيم كابتن أنور الكموني نجم مصر للتنس واحد من أهم الناس الملهمين في الرياضة المصرية حالككم طبعاً عارفين الكوستة اللي أنا مش عايز أكررها أو أفتكرها هو عدى من مرحلة صحية صعبة جداً وبعد المرحلة الصحية الصعبة جداً دي إدانا صورة عظيمة جداً لعمل مجتمعي كبير ومهم جداً شرفني بنوارني كابتن الكبير كابتن أنور الكموني كابتن أنور مشرف ومنور أنا المخصوص جداً معك بأتفاعل بيجي صراحة دايماً مع المخصوص رخصي أنا أنت عارف أنا بأحبك أنت القلوب عند بعضها جداً كمان أنا هبدأ النهاردة الحوار بشكل مختلف من النهاية مناح الأمل هي كل ما بخش أشوف حاجة مكتوبة عنها أشوف ميديوهات أشوف حاجات هي بتدي طاقة بس الأول هتعامل مع الناس أن هم أول مرة يعرفوا عن مناح الأمل يعني إيه هي مناح الأمل هي هوب جيفر بدأت من سنتين وتعاملتنا بقى لعب تانس عشان يعني كان يكتراح مدرب بتاعي كان فرناند لوني وقتها المدرب العظيم قالي يعني متعم يعني ربنا جعلك واحد في العالم اللي رجع من سبع سنين اللي دوت صح فيش راضي رجع من حاجة زي كده في ناس رجعت من سرطان أه في راضي رجعه بس كانت مدت عليكم سنة أو أقل من سنة صح لك أنت عاد سبع سنين حدش على كل رجع حدش في العالم فدي حاجة ما عند ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا لديها يعني مش يعني أنا حاولت لأه حاربت بس في الآخر هي معجزة صح فكان دا من يقول لي يعني وانت بتلعب يفضل إن كان في حاجة موجودة للناس لات محتاجة تشوف ده الناس محتاجة ده فكت الوقت ان انت لسه استر بلعب مش عارف بكرة يحسن لي فجت فكرة حاملت من إحلام هاي جت ني سنتين في واحدة عشرين هاي فكريتها جت إن أنا يعني عندما بتعمل حاجة بتشوف إين انت مريد دي وعرفت تتعدي فكت تبقس كل حاجة على نفسي دي كتت حكمت ربنا يعني كتنا دا متخيل إن أنا بلعب تانس ربنا خلينا عطلس بقت متأخر وخدينا واجه كل الحروب اللي حربتها في المرض من سبع سنين ودي حاجة يعني موزن 140 كيلو كورتيزون غير غيرينة الإيد هشاشة في العظم يعني مستحيل الشخص دا أصلا يكون إنسان طبيعي أو يمشي أو يبعرج ليه كنت ساعات مثلا ربنا ليه بيحصل دا يعني الطبيعي دي كنت كامل تانس ما كنش حصل المرض دا هل كنت في مكان تاني دي كنت سؤال اللي بيجي يعني صح مساء العادي اللي بنسألها ساعات وليه أنا طويل المودة دي وليه المودة تبقى طويلة برضه يعني وبعمل تحارب حروب تخسرها يعني لكن تلا في الآخر إنسان بقاش عارف الحكمة غير بعد اللي ما بتحصل مظبوط فلاقيت إن الحكمة إن أنا في حاجة تجاهز لك أهم بكتير من المجد الشخصي أو من أنا أحاق نجحات أو بطولات لنفسي فكنت عشان تقدر تنجح في دي لازم تكون مريد بدا هي كتل الحكمة في كده فإستعى نفسي بوقت أبقى أنا اللي خلاني أقلم عشان أعمل حاجة للمجتمع لازم أعرف أنا الأول عديت من ده إزاي إني إزاي بقيت الشخص الرياضي تاني ده رجع تاني إزاي فالأمل إننا اللي كنت تقدر على الإنترنت هل في الرياضي رجع تاني للتانس مفيش فده بيعمل إحباط صح وهي مستحيلة خلاص ما هي مقفولة طبيا مستحيلة كلها على البعضها مستحيلة صحيح فالأمل إن ده ينفع فتحاول تاني الأمل اللي بتحس إن حاجة صعبة فتحاول تاني مظبوط الإنسان اللي على كرسي النهارة لما أبدو كنت على كرسي مراحل معاينة في حياتي وقت المرض صحيح هل ما على كرسي هل بعض حصل على نفسي ولا الأمل إنك عايزت تشوف إيه اللي ممكن يتعمل إنت على كرسي مظبوط لما كنت بقلت العزل مثلا وفتحسة الوحدك إيه اللي ممكن يتعمل أو تتعامل بيه صحيح فكانت نفس القصة الحملة فيها السرطان اللي ما بيجي يعني النصاري وقع والكلام ده كله وحصل الواجه المقال عظمي اللحظة دي هتفكر في الموت ولا هتفكر إزاي تكمل فكل المراحل دي خلت الفكرة للأمل بقى فكنت بشوف إن الناس دي عشان تخرج من الهية فيه أنا لم كنت بخرج من المستشفر مودة ساعة واحدة وروح مكان بحبه وقابل الناس بحبها وقابل حد كنت برجع عني طاقة نحارب تاني إن التفكير في المرض والتفكير في المشكلة بيعمل يأس وإحباط والسهل جدك تهد على فكرة لكن صعب أنك تبنيها يعني أصل حاجة في العالم تعال هدها لكن تعالي ابنيها بقى لها صعبة قوي تيتخد وقت كتير عملت إيه بقى؟ يعني إيه الخطوات اللي خدتها عشان تعمل حاجة عظيمة نفس الطريقة اللي أنا خفيت منها نفس الطريقة فكرة مناح الأمل هي فكرة جات لك بسبب المرض اللي تخطيته عملت إيه بقى؟ يعني إيه الخطوات نفيه صعبة نيات كل واحد لازم يحس إن إن فيه أماكن لما تروح لوحد مريض المستاشف تقول له هتخف مش هيصدقك بقى صح لما تاخده في مكان هو بيحبه ويحس إن المكان ده بيستنيه هو ويحس إن إنت مهم عنده وليس كلها فرحانة بيه هو في المجتمع ده هيبعايز يحس إن أنا عايز أحارب دي قصة الحملة إن أماكن كبيرة فتحت لأطفال ما كانوش يحلموا يدخلوا للمكان ده قدمنا للناس لماذج كبيرة على الناس يعني عظماء على كرافي وعملوا حاجات قدروا يصولوا حاجات عالمية إنت تمنت بقى زيهم لما تشوف مثلا مؤسسة الحاسبة يلعبوا بسكتبول تخض لما تشوف النهاردة مؤسسة زي ما هي ومستشفى الناس يروحوا يزوروا بعض ويدعموا بعضهم مجال الحملة ده يقدم خدمات ده يقدم خدمات ده يقدم خدمات ده وده يروح يسعد مرضى ده وروح يسعد مرضى ده ما تشوف النهاردة في فرنسا حاجة ده جوستف روسيا تبقى موجودة في الحملة ويتخشت مؤتمر طب ده ولي يقدموها ما تشوف في المكسيك النهاردة بيعملوا كل ده بيمشتروا الأمل بأكشن مش بكلام مش فيديوهات بيتعمل أونلاين بيعملوا ازاي بقى؟ انك بتعمل فعاليات كبيرة للناس ده فعاليات حقيقية يعني انا عايز بس اقرب الصورة للناس انه مثلا انت تروح للأبطال اللهم بيعاني من مرض ما وتقولوا تعالى تعالى معانا تعالى معانا تعالى تعالى معانا تعالى شوف الناس عدت من ده بندحت بس الفعالية انت بتحبها زي الفكرة لو عسنتك على اليفانتف اللي كان موجوز كان على المسرح وكان يوم فيه كله أنشطة وفيه قصص ناس ملهمة كابتال احمد حسن مكملهم دي بيدي الناس الهام وكملهم شخصيات قدر تعدي من حاجات صعبة السباح السويسي اللي دي بتكارسك لما حكى قصته ان هو ازاي في اولمبياد لندن شاف ان هو مش يكسب النوضة واستسلم وبرجع تاني افضل من مكان عليه فالقصة ان هي بتعمل فعاليات للناس مخصوص لهم هم في مستوى معين يعني عشان اشطرحها بشكل اوضح شوية ممكن ديلي امثالة لو حابم مش مشكلة يعني اقول لي امثالة لما رحت مثلا في مكان معين في بلد معينة اتكلمتوا في ايه راح وزاروا ايه خدت مين اطفال اعمارهم عاملة ازاي الشباب اعمارهم عاملة ازاي ممكن تفاصيل اخرى عايز الناس تعيش السورة هاشرح والله كل الاماكن الغالية اللي هي مخصصة فقط فيه امعينة من الناس بتفتح اماكنها الناس وعملها وراحت الاماكن ولا عندها قدرة المالية ولا المادية ولا المعنى هايلا فاللي بيروحوا هناك بيانزي كلها مستعمة على افضل استعداد في اللحظة دي ينزي قادر تسمعك وقدر تستقبل فكرة العلاق وقدر تستقبل فكرة ان فيه دمج مجتمعي حقيقي يعني فيه مصرحية الحملة كمان عشر تيام تقريبا انا وقال فيها دمج مجتمعي منج بيمثلها كل اللي مروا بيها الايتام الكانسر اللي لهم قلب كل الاشخاص الحقيقي بيحكوا قصتهم بس في الاخر النهاية سعيدة مش النهاية اللي احنا بنشوفها النهاية اللي هي السيئة اللي احنا بنشوفها الدنيا بايزة واللأ هي مش كتير خلص النازلين قدرت تنجح في الاخر انت بتاخده من اماكن هو صعب يدخلها صعب يشوفها بتلاقي قبول من الشخصيات العامة لما بتيجي تقول لهم تعالوا وشاركونا وسعبون الحملة دي معاجزة النهاردة بتكلم في النسخة التانية من الحملة سوصة 6 مليون شخص 10 تلاف مشارك فيها ممتاز 14 دولة اكتر من 1000 متطوع هذه حاجة حصلت غايبة عنا كمان المتطوعين في مصر يشوف الظروف اللي احنا فيها دي ناس كلها يبقى مرتبوا صغير جدا ويجمعوا بعض اكتر من 1000 متطوع راحوا في اماكن كتيرة جدا من ملاجئ المستشبيات راحوا يساعدوا وراحوا يساعدوا الناس ويجيب اطفال الاطفال يخدخل عليهم اكتر من المتطوع وده راحوا الصعيد ان الحملة غالب طاحت انتش موجه لشخص يعني زي عمي الخير يعمل في مجانة اللي يعجبه اهم حاجة يعمله اهم حاجة يساعد غيره وده بيقود ذاتية طبعا كلها براحت اه اه انت لوحدك بتطلع وتشتغل وتعمل كبير متطوع ده بقى مهودي متطوعين اكتر من المتطوع ده في النسخة نسخة الاوليك الـ 500 بس اه قابلت بقى قابلت قابلت الرياضيين بيعانوا نفس المعاناة يعني الرياضيين بقى مش بس اشخاص عادية الرياضيين وجوم قالولك ان احنا الحملة دي فرقت معانا اه احنا قابلنا مثلا في فرنسا كانت نمازج ناس عدد كانت ناس تقولي احنا قابل من نشوف قابل من نشوفك كعني كنا عايزين نموت عايزين نعيش يعني احنا شوفناك على الحقيقة موجود وفي نمازج كتير في الحملة عشان هما شايفوا واحد قدر يتخطى ده والحملة كمان فيها نمازج تانية قدر تعدى ده اه مش انت بس موه انت بجيب كل النمازج الملهمة للناس بس انت يعني الاول مش كل حقيقة احنا عددنا في الحملة اربع طرق تقريب غير مطوعين اللي بيروح ينشوروا الخير في اماكن تعجبهم غير الفعالات الكبيرة ان الاماكن الكبيرة بقتتتتفكر في المسؤولة الاجتماعية بس بقيت الناس اللي معنداش القدرال ده بتروح المكان ده والمكان ده مخصص لها بس هسألك سؤال انساني اوش انت وانت عملت لف اللف ده كله العظيم ده العظيم الانساني العظيم ده اكيد بيقابلك الناس اللي هي بتبقى يأسة يأسة تام اللي هو اعمل اللي تعمله انا مش انا زي ما انا انا كده كده معيت ميزة بيقوله انا كده كده الحياة بالنسبة لي انتهت قابلت ناس من النوعية دي اعم كتير طبعا كتير اهه والتامل ايه انا اقولك موقف حصل شد الخير اهه كنا في افنت معين في حصنة وكده وحصنة العربي والانجليزي ويركبوها والمكان ده كان محترم جدا يعني فتح قفل المكان كل الناس دي بس واحنا اننا راحت عندها سرطان من مؤسسات بهاية شفت الحصاني على العصاية واتحرك شاني يعني جدا وكد شفت حصاني على العصاية وراحت الحصان ان عليها كسب احساسها بالفرحة والسعادة كسب ان هيا مريضة اصلا الله الله انت حتتها في المواجهة دي بالزبط كده اهه هو ده اللي بيحصل بالزبط اهه مش انا انا اتكلمه بس اصلا هو انت تخيلت واحد محبط فجأة بيلاقي طاقة ايجابية جمدا جدا بيلاقي الناس كلهم راحا بيه بتعملوا بالحاجة الى تلقيق بيها لا مكان كبير فتح له هو بس بيتعمل معاملة فيه اي بيه هو بس اهههه طب انوان خطتك ايه في الفترة اللي جاية؟ تم محاطب ايه؟ احلامك ايه؟ بتتحرك في ايه؟ نعرف انت بتطور دايماً الحملة بالزيت احنا مثلاً الفترة جاية في فرنسا في نفس المدينة وكرروا السنة دي بقى المؤتمر اكبر من السناتين اللي فاتوا حيلاً المؤتمر اللي هو المؤتمر الدولي للرياضة والصحة بيجيبوا اكبر دكاترة او طبقاء في العالم بيدمجوا الرياضة بالصحة قد ايه الصحة مهمة والرياضة فيه قد ايه للصحة والعلوم والحصل ايه للناس دي خطت ازاي؟ ومن النماذج اللي كسبت المرض عشان يقدموها للناس دي المرسات الثالثة والمردي كمان تضف فيها القلب يبقى كانسر وقلب عندنا برضو في سويسرا حصل مع نو ديفرنس منظمة من اكبر منظمات في اوروبا للزول التخزيات الخاصة وفي مصر معنا الحسن طبعاً الرعي الخيري للحملة هيباهية والرعي التاني الشرفي من مستشفى الناس في الكويت شوخ عزة جابعي صباح اللي هي رئيس جامعية الصدرة هي رئيس الشرفي الحملة في تونس برضو روضة ابن ميلاد مزاروك ايه جامعية عميسي في لبنان بربارة نصار كل الاماكن دي كلها بتاخل تجتمع وفي اكتر من كده في ايطاليا برضو عندنا حاجات في امريكا عندنا حاجات في اليابان في البين الكاتبة المشهورة في البين في المكسيك بربارة توريس فاحنا طول الوقت الموضوع الناس يجب تنتشر في رسالة واحدة انه انت ازاي تاخد الناس اللي هي يأسة اللي بتحكي عليهم اللي هم شايفين الحياة صعبة اللي شايفين انه على كرسي مفيش امل اللي شايف انه هو يتيم فانا محدش عبرني لقفيه غيرك على كرسي وغيرك بيعمل اصعب منك احنا كنا في اكسبو عشرين اثنين وعشرين اللي كانت موجودة في أرض المعارض فحسن هو بلعب بسكتبول على الكرسي مستحيل ده الواحد ممكن يتمنى يعني ما عندشه قدرة لنعمل ده اللي هو بتحط مكانه مم فهو انت فسوصك تحسده توصل اللي هو بدل ما يسعب عليك ده تقول يا حظك يا نعم تربيع للحاجة خارج البشر كل واحد ربنا سبحانه وتعالي خلقه صح يملك اخد منه حاجة ويديله حاجة اكبر منها صح بس فيه ناسا ما دورتش عليها وعاشت دور الصعبينات وفيه ناسا دورت عليها فانت بتحاول ترشده لده بس بأكشن مم انك بتجيب الحاجة الإيجابية مم في الحياة دايما لازم لازم الحياة الجزء اللي رجعني وجزء الإيجابي مش الجزء السلبي أسهل حاجة تكلم تكلم سلبي صح لكن الأصب الحاجة انك تبقى تنشر الإيجابي بتخلص حرك بالشكل الإيجابي صحيح حتى لو ظروف صعبة غير صعبة في الآخر هي هتعدي بس يمشي تتعدي غير لما تكود الناس تبني يعني انت تبني الحكاية بتوصل للشكل ده فهي كده الحملة دي هي ماشي على يا بخت اللي قاعد سهران معانا من عرض ليه بقى عشان هينام بشوية طاقة إيجابية حلويين كده حلويين لطاف يعني الفكرة سينات كمان هيغني في مصر هنا في حفظ الختام في دريكو مرتلو ده أشهر طبعا الفكرة في الدوكو على كورسي خلي بالك بس انت اللي بشوفته هو مشهور جدا عالميا عشان تعالف بغنى مع كاتي باري طبعا تقول ده وزر الزايد النجاح والنجومية دي مش عشان هم على كورسي لأ عشان هو عبقاري انت الحملة بتوصل لك ان كل واحد ما بيشوفش او انا مثلا مجالي مرض كلنا جوالا كدرات خاصة بس احنا تلاستي استخدمتها ونستمع استخدمتها انه عنده حاجة زيادة مش عنا حد تاني كابتن انور كاموني كالعايدة بتشرف وبتنور امشكرك جدا على كل الطاقة اللي جبال تبتدقان دايما شوفك دايما على كل خير ودايما اسمع عن مناح الامل كل خير ويريد تجي بقى المصرحية اللي برضو اللي عملها فرانكو تياترو اه انه اول مصرحية ده مجمو مجتمعي بس بعموله عرضي الكصة حقيية حاجة بسيطة دايما تبعنا كبير دايما كل عشر سيام انا موجود من النهاردة انا اقاب معكم في المصر حبيبي انورت الدنيا انورت الدنيا حبيبي دا كان ختاب حلقتنا النهاردة من رقم عشر يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الهو خير